بدون الاسئلة ايه الكلية او المجال اللي هيأهني انها فتح شركة رد ضروري بالله عليك. الحقيقة انه مفيش كلية او مجال معين بيساعدك انك تفتح شركة. لانه على حسب الشركة افرد انا مسلا عاوز افتح شركة مستلزمات طبية. الطبيعة انا طبيب او زو خلفية طبية وهروح اه فاتح ده. ممكن يفتحها برضك واحد بتاع تجارة ويمشيها كويس. وهكذا. فما فيش مرجع او مفصل. ولكن انا دايما بنصح الناس انه الجزء التكنيكا الاهم من الجزء الدراسي. يعني انت ممكن يبقى انت شركة مستلزمات طبية دي واحد هو كان شغال في شركة وعارف السوق وعارف التفاصيل واصلا مع دبلوم مثلا. او مؤهل متوسط او معها عددية. ويمشيها وينجاحها اكتر من واحد مع دكتوراه. فنصيحتي الخبرة العلمية لان في نسبة تفتح شركات وهي ما عنداش خبرة علمية. تقولك هنفتح شركة ايه اللي موجود في سوق هعمل شركة التصدير مانجا. هو اصلا ولا عارف المانجا ولا عارف التصدير ولا عمره زراعها ولا عمره اتعامل في كده. فهي فشل. حتى لو اخد دكتوراه ادارة اعمال من هارفرد. فنصيحتي الخبرة العملية هي اهم حاجة. دي قبل ما تفتح شركة. شوف انت نفسك انت اشتغلت في المجال ده ولا لأ عشان تكون قادر على تقديم هذا الموضوع. وربنا وفقك وكتب لك كل خير بازن الله.